موسيقى موسيقى تعد محافظة دوهوك واحدة من المحافظات الأربع الأساسية في إقليم كردستان وتتمتع المحافظة بأهمية اقتصادية وتجارية كبيرة بالنسبة للعراق اكتسبت دوهوك استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي المرتبط بحدودها مع تركيا من جهة أشمال الغربي للعراق تكون معبرا حدوديا مهما للبلاد ومن الجهة الغربية تحدها محافظة الحسكة السورية أما عدد سكان المحافظة وفقا للإحصائيات المحلية فقد بلغ مليون واربعمائة ألف نسمة يتنوعون من قوميات ومشارب مختلفة في السنوات الماضية أصبحت دوهوك ملاذا لآلاف اللاجئين والنازحين تشهد المحافظة حركة سياحية كبيرة إذ يقصد المحافظة ألاف السواح سنويا خصوصا في فصل الصيف لما تتمتع به دوهوك من مرتفعات جبلية ومناخ معتدل يميزها عن باقي المحافظات لم تخلو دوهوك من الإرث الحضاري حيث تضم المحافظة عددا كبيرا من المواقع الأثرية التاريخية الأمر الذي جعل منها مقصدا للمهتمين بالآثار وللحديث أكثر عن محافظة دوهوك والتحديات التي تواجهها التقينا هنا في واشنطن بالسيد علي تتر محافظ دوهوك أثناء زيارة رسمية قام بها للولايات المتحدة نتابع اللقاء ونعود أبدأ سيادة المحافظ حضرتك اليوم في واشنطن سبب الزيارة تحديدا في هذا التوقيت زيارتنا لأمريكا كانت محددة سلفا كان من المقرر أن نكون هنا في وقت سابق لكن تم تأجيلها إلى الشهر الرابع بسبب انتشار مرض كوفيد 19 الغرض من هذه الزيارة هو الحصول على مساعدات من المؤسسات الأمريكية والحكومة الأمريكية وخاصة لمحافظة دوهوك بما في ذلك المساعدات الأمريكية السابقة لمحافظة دوهوك ناقشنا موضوع تمويل المساعدات الإنسانية وخاصة للنازحين واللاجئين في محافظة دوهوك وكذلك المساعدات الخاصة من الحكومة الأمريكية لمحافظة دوهوك وأقليم كردستان ومحافظات أخرى في العراق كالمساعدة في تجديد المستوطنات القديمة أو يمكننا القول ترميم المواقع الأثرية القديمة لإنقاذها من الاندثار في هذه اللقاءات التي عقدناها تم بحث هذه المواضيع وأيضاً إمكانية الحصول على المزيد من المساعدات والإبقاء على المساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية سابقاً أو زيادتها والمساعدات الأخرى التي سيتم تقديمها لحكومة كردستان بساعة المحافظ في هذا الملف طلب المساعدة من الولايات المتحدة لدعم ملفات مثل ملف اللاجئين هل حصلتم على أي وعود أمريكية في زيادة هذا الدعم أو تجديد هذا الدعم كان لدى الأمريكيين فهم جيد لملف النازحين واللاجئين الذين يعيشون في محافظة دهوك اتفقنا نحن وهم على أن عودة النازحين واللاجئين يجب أن تكون طواعية وبملئ إيرادتهم والجانب الأمريكي وعد بمساعدتنا حتى يستقر الأمن في مناطقهم وتتهيأ الظروف المناسبة لعودة هؤلاء الناس إلى أماكنهم إلى أن يعود هؤلاء إلى أوطانهم فإن المساعدة الأمريكية مستمرة سيد المحافظ في هذه الجزئية جزئية اللاجئين والنازحين هل لديكم إحصاعات وأرقام لأعداد اللاجئين الذين لا زالوا في محافظة دهوك؟ عدد اللاجئين أكثر من خمسمائة وسبعة وثلاثين الف لاجئ مئة وسبعة ألاف عائلة عشرون مخيما ستة مخيمات للاجئين السوريين أربعة عشر مخيما للنازحين أغلبهم سكان سنجار لزيديين اللاجئون النازحون الآخرون هم من العرب السنع ومسيحي سهل نينوى ومع ذلك هناك سكان لزيديون استقروا في المدن والقرى التابعة للمحافظة لكن نصفهم ما زالوا يعيشون في المخيمات ما هي التحديات التي تواجهكم على كل هذه الأعداد وكل هذه المجامع من مناطق مختلفة؟ ما هي التحديات التي تواجهكم؟ منظمة العليا سامية لشؤون اللاجئين عام 2016 كانت تتحدث أن ثلث سكان دوهوك هم من اللاجئين والنازحين بعد انتشار مرض كوفيد-19 انخفضت المساعدات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وفي نفس الوقت لم يعد هناك مساعدات من الحكومة العراقية من ناحية أخرى ليس هناك شك في أن حرب روسيا على أوكرانيا تسببت في تحول المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين أدى ذلك إلى انخفاض المساعدات للاجئين والنازحين في إقليم كردستان ومحافظة دوهوك ولهذا فقد أكدنا أن هؤلاء الأشخاص في حاجة دائمة إلى المساعدة وأنهم قد استقروا في إقليم كردستان ومحافظة دوهوك لمدة ثماني سنوات أردنا أن تستمر هذه المساعدات حتى تتحسن الظروف وعلى وجه الخصوص لحين تنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان التي تتعلق بعودة هؤلاء الأشخاص إلى مناطقهم أيضا نقطة الدعم الحكومي الذي المفروض يأتيكم من الحكومة المركزية هذه المرة في بغداد هل هناك أي دعم يصل من وزارة الهجرة والمهجرين وكيف تصفون هذا الدعم المتعلق بالنازحين واللاجئين منذ عامين وأنا أشغل منصب محافظة دوهوك خلال هذين العامين لم تقدم الحكومة العراقية أي مساعدة للاجئين والنازحين على العكس من ذلك بقي مبلغ ضئيل للغاية وللأسف أعادت وزارة الهجرة والمهجرين تلك الأموال إلى بغداد لقد وعدوا بإرسال هذه الأموال إلينا لكنهم لم يرسلوا إلينا هذه الأموال حتى الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الاستثمار وموضوع الخدمات أيضا في دوهوك أسأل هنا عن الموازنة الاستثمارية في المحافظة كيف ترونها؟ وهل تحتاج المحافظة إلى موازنة محددة في أماكن محددة؟ الآن لدينا برنامج خاص للمشاريع الاستثمارية في إقليم كردستان ومحافظة دوهوك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار تحت الإشراف المباشر للحكومة والرئيس مسعود البرزاني نسعى جاهدين من أجل التنفيذ الجيد للمشاريع الاستثمارية في محافظة دوهوك مع القطاع الخاص نحن نحاول القيامة ببعض الأعمال الجميلة على حدود إقليم كردستان ومحافظة دوهوك لا نريد الاعتماد فقط على عائدات النفط نحن نحاول زيادة واردات إقليم كردستان بطرق مختلفة بعض سكان دوهوك من من تحدثنا معهم في البرنامج يتحدثون بأن دوهوك والأولوية ليست هي لدوهوك عندما نتحدث عن الأقليم الأولوية لربما لأربيل والسليمانية سكان دوهوك لربما يشعرون بأن دوهوك هي في ذيل قائمة حكومة الأقليم هل تعتقدون بذلك؟ ولماذا الناس تشعر بهذا الشعور؟ هذا الكلام قيل مرارا وتكرارا من قبل لكن علينا أن نذكر هذا الكلام بالأرقام إن النسبة المخصصة لمحافظات إقليم كردستان محددة وفقا لنسبة السكان وحصة محافظة دوهوك واضحة أيضا ولا يوجد نقص في الميزانيات المحددة خلال العامين الماضيين الرقم صحيح ومع ذلك في بعض الأحيان ربما هناك نقص في بعض التوزيعات على سبيل المثال بعض المنتجات النفطية الغاز والبنزين إلى آخره كان هناك شكاوى وفي حال كان هناك قضايا أخرى فهناك اهتمام من قبل مجلس الوزراء التاسع من قبل السيد مسعود البرزاني إذا كان هناك أي تقصير يتم تعويضه لأهالي محافظة دوهوك ملف الأمن دوهوك هي أكثر محافظة في إقليم كردستان في العراق تتعرض إلى قصف تركي توغل تركي سؤالي هنا على الصعيد الإنساني كيف تأثرت قرى دوهوك وكيف تأثرت ابن محافظة دوهوك بهذا الاجتياح وهذا قصف المستمع صحيح أن هناك قصف مستمر على حدود محافظة دوهوك ومع ذلك لا تزال محافظة دوهوك أكثر المحافظات أمنا على مستوى العراق لكن الوجود المسلح لقوات حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية وفي محافظة دوهوك بشكل خاص وسبب توغل الجيش التركي داخل الحدود العراقية أدى القصف المستمر للطائرات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني إلى تدمير أكثر من 330 قرية في محافظة دوهوك ولم يتم إعادة إعمارها حتى الآن نزح أهل هذه القرى إلى المدينة مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة والفقر في محافظة دوهوك بشكل عام زيارتكم لأمريكا في هذا الملف سؤال هل تحدثتم مع الجانب الأمريكي على ما تتعرض له محافظة دوهوك من تواجد روبيكاكي من توغلات التركية وهل حصلتم على رد أمريكي في هذا الصدد؟ مواضعنا التي تطرقنا لها كانت حول القضايا الإنسانية والمساعدات الأمريكية لكل العراق وإقليم كردستان ومحافظة دوهوك واللاجئين والنازحين وجهود المساعدات الإنسانية التي تبدلها الحكومة العراقية لإدارة كردستان ومحافظة دوهوك وجهود حكومة إقليم كردستان ومساعدة الجامعات في منطقة كردستان ومن ناحية أخرى المساعدة الصحية ومع ذلك من الممكن أن تكون هذه الصعوبات قد تم ذكرها أيضا كموضوع جانبي في المحادثات ما الذي ترونه مطلوب من الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان كيف يجب أن تتعامل مع هذا النوع من التحديات الأمنية لا شك أن الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان العراق كلاهما في إطار الدولة العراقية كما يقال إن أمننا مترابط ومصيرنا مترابط والتحديات الأمنية والتهديدات الأمنية على الأراضي العراقية وأقليم كردستان العراق موجودة على الحكومتين من الضروري جدا أن تواجه الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان كل هذه التحديات بفهم أفضل وقوة مشتركة وتنسيق عسكري وأمني أفضل في مواجهة كل التحديات التحديات الأجنبية أو تحديات خارجية أو صعوبات داخلية أو مشكلات الإرهاب أو تعدي أي دولة أخرى على كرامة الأراضي العراقية رغم أن نتفق على أن دهوك واحدة من أمن المناطق حضرتك وصفتها بأنها أمن محافظة في العراق لكن لا زال هناك ملف لجرائم مثل جرائم القتل القتل النساء في مواضيع قضايا الشرف وغيرها ما هي الأسباب التي تدفع بهكذا نوع من الجرائم لأن تكون دهوك متقدمة على الأقل محافظات الإقليم في هذا الباب وكيف تعملون على حل هذه المشكلة أستطيع أن أقول أن هذا الموضوع يتعلق بثقافة مجتمع في كل العراق وكردستان وتعاني محافظة دهوك من هذا الوضع كما هو الحال في محافظات العراق الأخرى المهم هو سيادة القانون وتطبيق الأحكام القانونية على من يقوم بهذه الأعمال حتى الآن تم تقديم كل شخص قام بهذه الأعمال إلى المحكمة هناك حادثة واحدة فقط عندما هرب القاتل إلى أوروبا ولديه الجنسية البلجيكية لهذا نتمنى من الحكومات الأوروبية أنه إذا كان لديهم شكاوى بشأن حقوق الإنسان فإن عليهم أن يقبضوا على القاتل ويسلمونه إلى حكومة إقليم كردستان في المقابل بصفتنا أقليم كردستان سنكون ضد كل من ينتهك حقوق الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى سيد المحافظة كيف تردون على من يقول بأن هناك تراجع للحريات في دهوك تحدث هنا عن حريات التظاهر حرية الصحفيين هناك ملف ما يعرف بمعتقل باردا كيف ترون هذه القضايا في الأقليم وتحديدا هنا دهوك على العكس من ذلك دهوك تتمتع بحرية آمنة تماما حرية الإعلام تجاوزت حدودها الطبيعية كثيرا أحيانا وصلت إلى مستوى الفوضى نحن نؤمن إيمانا كاملا بحرية التعبير وحرية الإعلام لكن ربما هناك بعض الشكاوى في قضية معتقلي بادنان نحن لجأنا إلى المحاكم رفعنا بعض القضايا إلى المحكمة بطريقة سلمية وصادقة وقانونية من الأفضل اللجوء إلى القانون لرفع القضية إلى المحكمة بدلا من أن تكون المشكلة وجها لوجها مما قد يؤدي إلى كسر رؤوس بعضهم البعض أو أذرعهم أو لا سمح الله قتلوا شخص ما في رأي لا ينبغي أن يكون رفع القضية إلى المحكمة سببا لشكاوى والانتقاد إنها محكمة يمكن استئنافها ويمكن الطعن في حكمها ولكن من المهم أن الطريقة هي الطريقة الصحيحة في هذا الجواب أين تنتهي من وجهة نظرك حرية التعبير وأين تصل إلى التجاوز كثيرا ما يتجاوز الإعلام على الحقوق الفردية وأحيانا ينتهك الحقوق الشخصية كما أن الإعلام لديه الحق أنا أيضا كفرد لدي الحق في الدفاع عن نفسي لكن بدلا من أن نتواجه وجها لوجه ونستخدم العنف ضد بعضنا الأفضل أن نتوجه إلى جهة أخرى وهنا أقصد القانون هو الذي يقرر هل الإعلام على حق أم المشتكي على حق أي إضافة سيادة المحافظة؟ لا شكرا جزيلا لك السيد علي تاتر محافظهوك كنت معنا من واشنطن في برنامج بالعراقي شكرا جزيلا لك أنا سعيد بهذه الفرصة بعد الفاصل تواصل الهجرة إلى محافظة دوهوك ونسبة النازحين واللاجين في المحافظة تشكل 33% من سكانها خليكم يانا أهلا بكم متابعينا معكم علي زبيدي وحلقة اليوم من برنامج بالعراقي تعيش محافظة دوهوك جملة من التحديات أبرزها ملف النازحين واللاجئين الذين يشكلون نسبة تقارب الثلث من إجمال عدد سكان المحافظة في وقت تواجه فيه دوهوك انتشارا لقوات الجيش التركي منذ عقود بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني نهيك عن قصفهم المكثف للقرى الحدودية في المحافظة قلق وخوف يؤرق أن نازح الإيزيدي ميشو خدر من قضاء سنجار غرب الموصل والذي يقيم مع 17 فردا من أسرته في مخيم شاريا بيدوهوك منذ نحو ثمانية أعوام بعد أن طالت رحلة النزوح وانخفضت معها المساعدات الإنسانية المحلية والدولية في وقت ما زالت مناطقهم الأصلية التعاني الأزمات الاقتصادية والأمنية ما نقدر نرجع المجمعاتنا كلها ما منظفينها خدمات ماكوا لا مدارس لا مي لا دكاترة كل شي ماكوا عنا وين نرجع بيوت مهدمة بيوت طينية هذا أربعين يوم ما جانا طحين المركزي لحد الآن مواد غذائية ما وصلنا وتشير إدارة مخيم شاريا بيدوهوك إلى رجوع نحو 90% من العائلات إلى المخيم بعد عودتها إلى مناطقها الأصلية في مراحل مختلفة بسبب خيبة الأمل التي واجهتهم هناك العديد من العائلات طلبت العودة إلى مناطقها الأصلية وقمنا بإصدار كتب رسمية لهم للعودة ولكن عادوا مرة أخرى إلى المخيم محافظة دوهوك تتميز بموقعها الجغراسي تتميز لكوزة دونها تمثل معبرا حدوديا مهمة إلى تركيا فضلا عن احتضانها لإنبوب نقل النفط من كاركوك إلى تركيا كما أنها تعد مركزا سياحيا بارزا في البلاد لتضاريسها الوعرة إلا أنها تواجه تحديات مختلفة من بينها استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين فضلا عن انتشار عناصر حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهابي ما جعل من حدودها المشتركة مع تركيا منطقة صراع مستمر تسبب بهجرة العديد من سكانها PKK عاملا آخرا أزاد القلاق والمثاعب لمحافظة دوهوك وحقيقة وللأسف لأنه PKK مصنفة في قوائم الإرهاب العالمية هذا يمهد لتركيا أن تقصف وتدمر بدورها بحجة مكافحة طرف وعلى صعيد متصل لم تكن المدينة بعيدة عن الأزمات الاقتصادية التي عاشها أقليم كردستان في غضون السنوات الماضية وقد شهدت المدينة تظاهرات تطالب بدفع مستحقات العاملين حين لم تتمكن حكومة الأقليم من دفع رواتبهم نتيجة نقص الموارد المالية وقد واجهت الأجهزة الأمنية تلك التظاهرات بالعنف والقوة فضلا عن متابعة وملاحقة المتظاهرين وتشير الأرقام والبيانات الرسمية في إقليم كردستان إلا أن تعداد المحافظة ينمو بسرعة كبيرة بسبب هجرة الكرد من مناطق أخرى إليها فضلا عن المكونات العراقية الأخرى الباحثة عن الأمن وتحسين فرص العمل لبرنامج بالعراقي من دولة يشاركنا الحوار من بغداد السيد علي عباس المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ومن أربيل السيد فراس الخطيب المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق ومن بغداد عضو مجلس النواب العراقي المستقل النائب حسين عرب ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي ومساكم الله بالخير ورمضانكم كريم أبدأ معك سيد عباس ملف بالنزوح واللجوء في إدهوك المحافظ مثل ما حضرتك يمكن استماعت يقول بأنه ماكو دعم على الأقل في السنتين الأخيرة إجا من الحكومة المركزية للنازحين بالمحافظة كوزارة وإذا عدكم أي أرقام لإجمال النازحين واللاجئين الموجودين في المحافظة نكون ممنونين سيد علي تسمعني طيب أكون مشكلة بالصوت يمكن يا سيد علي سيد فراس الخطيب سيد فراس الخطيب إذا تسمعني أسأل عن دور أهلا وسهلا بك سيد فراس كل عام منتب خير دوركم في مفوضية سامية للاجئين تابعة الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وطبيعة الدعم الذي يتقدمون تحديدا بدهوك يعني أود فقط في البداية إشارة أن الفرق بين اللاجئ والنازح يعني هناك فرق اللاجئ من يعبر الحدود الدولية لبلده مثل اللاجئين من سوريا وأتوا إلى محافظة دهوك إلى أقليم كردستان هم لاجئون وهناك النازح النازح داخليا أي ترك بيته داخل أقليم كردستان أو داخل العراق وذهب إلى منطقة أخرى أكثر أمنا نتيجة ظروف الصراع فمنظمة الأمم المتحدة لشؤون لاجئين أي بعده ببلده منظمة الأمم المتحدة لشؤون لاجئين يعني تعنى بالدرجة الأولى بملف اللاجئين نسبة إلى مسؤوليتنا الأساسية ولكن في ملف النازحين داخليا نحن من ضمن منظومة الأمم المتحدة نقوم بمد العون للحكومة وأنا أكون شاكر سيد سراس أشكرك أولا أشكرك جزيلا شكر للتوضيح بس أنا أريد يا ريت تفصل لنا مسألة علاقتكم بملف اللاجئين وشلون تساعدون وبعدها نرجع لحظرتك شلون تساعدون في ملف النازحين فضل يحكينا عن اللاجئين الأولى طبعا اللاجئين غالبيتهم يعيشون في قليم كردستان العراق وغالبيتهم أيضا أكثر من 97% هم سوريون أو أتوا من سوريا وطبعا محافظة دهوك استوعبت العدد الأكبر منهم نتيجة القرب الجغرافي لمحافظات شمال شرق في سوريا وهم موجودون منذ اندلاع الأزمة السورية تقريبا أو بعدها بعامين يعني الغالبية منهم ثمان سنوات تسع سنوات موجودون في يعني الآن دخلت الأزمة السورية في العام الحادي عشر وما زال هناك يعني عدد كبير من اللاجئين السوريين في كل مكان في دول الجوار منهم طبعا العراق وإقليم كردستان فالمفوضية يعني تعنى عند دخولهم لأول مرة استقبالهم حمايتهم وتسجيلهم كطالبي لجوء من أجل الحصول على الخدمات ولا يوجد فرق بين اللاجئ وطالب لجوء في الحصول على الخدمات فهو ينضم طبعا لشبكة من الخدمات تابعة للأمم المتحدة وللحكومة وشركاء شركائنا في هذا المجال بمدهم بداية المسكن الماء الكهرباء والمواد الغذائية ونحن طبعا لا نريد لأي لاجئ في أي مكان في العالم أن يبقى سنوات طويلة يعتمد على المساعدات الإنسانية ولكن نود أن يندرج ويدمج في المجتمع الذي يعيش فيه ويصبح فاعلا ومنتجا كما كانوا دائما اللاجئون السوريون سيد فراس قبل ما أكمل ضيوفنا الكرام أريد أن أسأل حتى أغادر هذه النقطة تحديدا هل الموضوع تأثر يعني موضوع العناية والرعاية والمساعدة للاجئين تحدث طبعا عن الممتحدة بالعراق هل تغير الأمر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لو الموضوع مو موضوع أثر على العراق وعلى مسألة الدعم لتقدمه بالنسبة للموازنتنا لهذا العام قبل بداية الأزمة ابتدأت الدول بمنح المساعدات أو ما تقدمه الدول المانحة لملف اللاجئين والنازحين في العراق لكل منظومة الأمم المتحدة وحتى لبعض المنظمات الإنسانية الدولية أكيد الأزمة في أوكرانيا سوف تؤثر على التزام الدول في المستقبل لأن كثرة الأزمات يعني اليوم حسب المفاوضات اللاجئين هناك أكثر من 43 أزمة أو حالة طارئة في بلدان العالم ينتج عنها نزوح يوميا ينزح ناس ويترك بيوتهم نتيجة صراع أو نتيجة حتى المناخ تغيير المناخ ولكن نعم يتأثر ولكن لم نلمس فعليا إلى الآن هذا التغير لأنه بعدنا في الربع الأول من هذا العام طيب سيد النائب حسين عرب أهلا وسهلا بك ورمضانك كريم أريد أسأل كسياسيين كأعضاء في مجلس النواب تحديدا المستقلين كيف يجب أن تختلف الأولويات النيابية سيد النائب في مواجهة أزمة مثل أزمة النازحين العراقين اللي صار لهم سنين بعض منهم بدهوك وبغير أماك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وإلى ضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم الأعزاء ورمضان كريم عليكم بالتأكيد موقفنا موقف يكون مع إرجاع النازحين إلى مناطقهم ولكن أحب أشير إلى ما تناولت جنابك مع السيد محافظ دهوك أنه بعض المعلومات هي غير صحيحة وغير دقيقة أنا أعتقد المحافظ السيد المحافظ قام بطلب المعونة بتدليس معلومات حقيقية عن وزارة الهجرة المهجرة وأنني كنت سابقا في الدورة البرلمانية السابقة كنت مسؤولا لملف الهجرة وكانت شؤون النازحين هي ملفي الذي كنت أعمل فيه ولذلك أعتقد أنه المعلومات التي أعطاها لكم من خلال الإعلام هي معلومات غير صحيحة وغير حقيقية بالتالي كل مخيمات النزوح هي ترعاها الحكومة الاتحادية لأنه سيد المحافظ طبعا موي أنا المقابلة مسجلة فحتى بس نعرف وين حق الرد إذا عدهم رد يردوا وشنو هي المعلومة التي حضرتك تقول غير صحيحة الحكومة الاتحادية هي من ترعى جميع مخيمات النزوح وكنت أنا بنفسي كجهة رقابية مشرفة مسؤول لملف النازحين ومسؤول لملف المخيمات أزور كل المخيمات العراقية في دهوك وسليمانية وأربيل وحتى في الموصل نزورهم مخيم مخيم برفقة اللجان النيابية الأخرى برفقة أعضاء مسنوب الآخرين ونطلع على ملف المساعدات المقدم من قبل الحكومة المركزية وبالتحديد وزارة الهجرة ووزارة العمل وكنا نلاحظ حتى نتدخل في نوع وكمية وأعداد المواد ونغير بالأعداد والأنواع وخرجت المراحل إلى أكثر من مواد غذائية مواد عينية مبردات أغطية أسرة نوم وكل الأشياء التي يحتاجها المواطن العراقي النازح وكلها يعطى بشكل مجاني ونعتقد حتى وصلنا إلى مرحلة نعطي وجبتين مواد غذائية لكل أسرة نازحة في المخيمات الأخرى ونساعد كل المخيمات النازحين في العودة إلى ديارهم من خلال دعمهم بمبلغ المنحة العودة وهذا كلنا على تماس مع حتى المنظمات الدولية ومشكوري المنظمات الدولية على كل ما قدموه للنازحين ولكن هذا لا يعني أن 856 مليار دينار صرفت أين صرفت إذا هذه المبالغ ما وصلت ولكن أنا أعتقد السيد محافظة كان يعتقد أن من الممكن الحكومة الاتحادية أن تعطيه مبالغ له شخصيا حتى يقوم بصرفها على مخيمات النزوع ولذلك أنا أقول ولو جنابك أعطينا الفرصة للتوضيح بصفتي الرقيب على هذا الملف النزوع وبصفتي مسؤول لجهة الهجرة والمهجرين أخي العزيز لا يعني أن حكومة بغداد تتمثل بوزارة الهجرة وفرعها المتمثل الذي يدير مخيمات النزوع في دهوك وفي أربيل وفي سلوك يعطيك مبالغ لك جنابك حتى تصرفها على المخيمات معناها أن إذا ما يعطيك مبالغ معناها ما دعم المخيمات كل المخيمات كانت ترعى وتنشأ من قبل وزارة الهجرة والمهجرين حتى في شيخان وفي كل المخيمات الأخرى بعدين جنابك سألتني سؤال فيما يخص أنه دعم النواب المستقلين لملف النزوع بالتأكيد نحن كل ناثقة أنه على الكل أن يعود إلى ديارة وأن يقوم الدولة والحكومة الاتحادية بترتيب مناطقهم وجعلها مناطق صحيحة للعيش ونحن لدينا كان برامج حقيقية بإعادة النازحين إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها وعندنا أغلب مخيمات النزوع وبقيت بعض المخيمات ملفها سياسي جزء منه جزء الآخر ملفها عشائري وقبلي هسأ نجع لي هندني سيعتنا أريد أسألك أنا أصلا على الملفات وعمق الملف السياسي في بعض قضايا النازحين وأشكرك للتوضيح وأدائما أقول وحضرتك يعني سيد حسين كلكم ضيوفي الكرام مو أول مرة بالبرنامج تشرفونا وأنا دائما أقول حق الرد مكفول لأي جهة يتم ذكرها وفي هذه الحالة حضرتك تمثل يعني تمثل الشعب ممثل عن الشعب فحق الرد مكفول لمكتب محافظ دهوك فيما قال أيضا سيد النائب أريد أسأل سيد علي عباس سمعني أتمنى إن شاء الله إن شاء الله أهلا وسهلا بك ويانا ببرنامج بالعراقي والسؤالي اللي بديت به يمكن جاوب سيد النائب على جزء منه أريد أسأل آخر الأرقام اللي يعدكم حول اللاجئين والنازحين الموجودين بدهوك تحديدا يمكن النازحين أكثر لكم علاقة شكرا أخي العزيز وشكرا لضيوفك الكرام وخص بالذكر السيد النائب حسين عرام الذي رافقنا طيلة فترة السابقة باعتباره هو بالفعل كان مسؤول لجنة المهجرين بالبرلمان العراقي ولي الشرف أنه رافقته أكثر من مرة وطلعنا وعطى الملاحظات وأشكل على بعضها وعالجنا بعض المشاكل وتطلع كثيرا على أحوال النازحين وتعقيبا على ما ذكر بالفعل وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة بشكل عام والمجلس النواب أو الاهتمام بغلق ملف النزوح وعودة النازحين إلى مناطقهم ودهوك واحدة من تلك المناطق وللتوضيح المخيمات الموجودة في قليم كردستان تنقسم إلى قسمين القسم الأول و16 مخيم للنازحين يقطنوا حدود 26 ألف عائلة والبقية هي للسوريين والتي هي حوالي أربعة مخيمات وهنا لدي وقفة أو توقف فيما يخص بناء المخيمات ومقترباتها وخدمات التي تم في بداية الأعمال 2014 هي من تمويل حكومة العراقية عن طريق وزارة الهجرة ومهجرين وبالشراكة مع الشراكان من المنظمات الدولية قدمنا ما يمكن تقديمه لهؤلاء من مسلات غذائية وصحية سيد علي عذرني المقاطع سؤالي هل تعرفون ما قد أكو باقيين بدهوك من النازحين العراقيين نعم العراقيين الموجودين هناك بحدود 56 ألف عائلة 56 ألف عائلة أغلبهم من هالي سنجار وهناك عودة ثبتة لدينا في سنجار الآن اللي موجود في سنجار من الأخوة الأجديدين حدود 14 ألف عائلة يعني رقم تراكمي بالمناسبة يعني منذ عام منذ تحرير سنجار والمدة التي تلتها سجلت وزارة الهجرة من خلال مكتبة في سنجار 14 ألف عائد سواء من مخيمات سنجار أو دهوك أو مخيمات الأخرى أما فيما يخص اللاجئين السوريين نحن استهدفنا هذه المكون أو هذه الفئة من الفئات عناية الوجارة إلا أن للأسف الشديد كانت مساعدتنا مرهونة بتزويدنا بأسماء الذين يقتلون في المخيم سيد علي أيضا تعثر هذا الموضوع لذلك أبقى إياك بالتقرير لا أدري إذا تستطيع تسمع التقرير له لا مدير مخيم شارية حشويانة بالتقرير وقال بأن 90% من اللي طلعوا من المخيمات رجعوا للمخيمات مرة ثانية من النازحين لعدم موجود خدمات في سنجار والمناطق المجاورة 280 عائلة رجعت و 280 عائلة نعم رجعت وهذه رجعتهم بها أشباب قسم كانوا يرومون استثمار أراضيهم لغرض الرعي والزراعة ويمكثون في مناطق الرعي في فترة الصيف ومن ثم يعودون للمخيم والقسم الآخر يبدو لم ينسج مع الوضع الحالي في سنجار كما تعلم الوضع الحالي في سنجار هي تحت سيطرة قوات الاتحادية وطبعا بالتأكيد نحن لا نجمل الأمور سنجار يحتاج هالكثير ولذلك لدينا اجتماع وسأ كان هناك اجتماع والسيد النائب لديه العلم بأن المنظمات الدولية التي أخذت منحها من المتبرعين أو من التمويل الأجنبي طلبنا أن يكون بوصلة الإعمار باتجاه سنجار شكرا سيد علي خليني أسمع سيد فراس سيد فراس الخطيب في هذه النقطة نقطة الإعمار أنا أسأل أكثر من مناسبة هنا في البرنامج وأيضا في تصريحات أخرى مسؤولين عراقيين خبراء يقولون بأن المخيمات بما تحمل من معاناة طبعا لمن يعيشون بها أيضا هي حمل على كاهل الدولة شلون تعملون كمنظمات على مساعدة الدولة في إغلاق هكذا من المخيمات وهل أكو ناس يطلعون من تحديدا من اللاجئين السوريين الموجودين هل أكو ناس سجلوهم ويطلعون إلى بلد آخر ويعني السؤال سؤالين مختلفين أنا شايفهم أوشي تحيي للضيوف الكرام ورمضان كريم على الجميع لكن بالنسبة للمخيمة يعني الدولة المضيفة للاجئين هي بداية تفتح الباب وتضمن حق اللجوء للذين أتوا من الخارج هربا من النزاع المسلح هذا يعني شيء العراق وإقليم كردستان استقبلوا واحتضنوا اللاجئين منذ عشرات سنين يعني اللاجئين فلسطينيين والسوريين وغيرهم طبعا الحكومة سواء كانت المركزية أو حكومة الإقليم طبعا دائما هي تدعم إنشاء المخيمات عندما حدثت الأزمة عندما اندلع النزوح أو ابتدأ النزوح بعد تحرير الموصل أو بعد دخول عشرات الألاف من اللاجئين السوريين هناك طبعا يعني مساعدة وأيضا هناك مساعدة من الدول المانحة يعني عند بدء أي أزمة تجد أن كل دول العالم تتداعى وتقوم باللازم ولكن عندما تطول الأزمة وتكثر الأزمات فإن الاهتمام والتمويل والحرص وكل ما هناك يتراجع شيئا فشيئا وتبدأ الأزمة أو الملف يبدأ بالتراجع فتجد أن هناك نقص مثلا سنتين سنتين من الكوفيد 19 أنهكت الاقتصاد العالمي والعالم ودول العالم وتراجع الدعم المقدم من الدول المانحة أيضا فقد الكثير من اللاجئين حتى النازحين النازحون يعني فقدوا فرص سبل الكسب العيش فهذا أدى إلى اعتمادهم على المساعدة النقدية التي نقدمها في الشتاء مثلا وهي بسيطة لا تكفي لكل احتياجاتهم لكن تساعد وأيضا مساعدة النقدية للنظافة في كوفيد والوقاية والمواد المعقمة وما إلى هنالك فالملف بحاجة لدعم مستمر ولكنه مرتبط أيضا بالتنمية فعودة النازحين إغلاق مخيم هو بحد ذاته ليس هدفا ولكن إعادة الخدمات لمناطق الأصلية التي أتوا منها النازحون هو مهم وإمكانية حصولهم على وظائف وفرص عمل إذا لم يتمكنوا يعني قد ينزحون إلى منطقة أخرى مرة أخرى سنبقى هذه الجزئية لأنه أنا أيضا أريد أسمع من حضرتها سيد فراس سيد فراس ممكن بعد الفاصل نأخذها السؤال المتعلق بإعادة التوطين إذا كان يصير إعادة التوطين من السوريين أشكرك سيد فراس وأشكركم ضيوف الكرام لدينا فاصل قصير وبعد الفاصل استمرار معاناة النازحين في دهوك ومناشدات للنهوض بواقعهم الخدمي خليكم أهلا بكم مرة أخرى متابع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي اشتكى عدد من النازحين في محافظة دهوك من ظروف إنسانية صعبة يعيشونها داخل مخيمات اللجوء دعين السلطات الحكومية المختصة إلى توفير البدائل والخدمات الخاصة بهم حكومة المركزية ما مقدم شيء لنحة أن نرجع أول شيء لا كهرباء لا مي لا مراكز لا مستشفيات لا مدارس ما مقدم شيء دعم للنازحين للمحافظة دهوك خاصة حنا ساكنين بها حنا أهل السنجار حكومة العراقية ما مسوي شيء ولا شكل عام يعني أوضعنا سيئة نحن نريد رجع إلى مناطقنا تعرف يعني أوضاع النازحين خيم برد حار كل شيء يعني احنا مجمولين به والله العظيم السلات غذائية وزعوها يعني علف حيواني تقريبا من شيء ومين ثلاثة وزعوا كرتونة ومن تقريبا والله أقل من سنة كرتونة والله إذا الوضع بيصير زين نرجع لأن الوضع هون كمان والله يعني صعب شوي والمعيشية صارت صعبة والأسحار غالية بيتي ما هد بيش أرجع يأسنا من برد الشتاء وحر الصيف ولا أحد يسأل عن أوضاعنا نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفي الكرام من بغداد السيد علي عباس المتحدث باسم موزارة الهجرة والمهجرين من أربيل السيد فراس الخطيب المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق ومن بغداد عضو مجلس النواب العراقي المستقل السيد حسين عرب أهلا بكم ضيوفي الكرام أو أهلا بكم مرة أخرى في برنامج بالعراقي سيادة النائب تعليق حضرتك على اللي استمعت له من الناس النازحين من المخيمات يعني هذه مو أول مرة أنه طبعا يشتكي النازح من نوع المواد الغذائية نوع الخدمات المقدمة أخي العزيز لطالما قدنا تحقيق بشأن المواد الغذائية وكل المواد التي تم توزيعها على النازحين مرة يكون الكلام صحيح لأنهم وزارة الهجرة تتعاقد مع أكثر من تاجر أكثر من مورد أكثر من مقاول لموضوع المواد الغذائية والمواد الأخرى من الممكن أن يكون أحد التجار قد عمل بشكل سيء وطبعا هنا عاقبنا جزء كبير منهم وصادرنا وأتلفنا كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلم والإطلاع كل المواد الغذائية التي تجهز أو المواد الأخرى يقوم بفحصها محافظة دهوك أو محافظة تربيل أو محافظة السليمانية إذا كانت صالح لاستهلاك البشري ويطنى بها شهادة فحص من قبل وزارة الصحة في المحافظة المعنية لذلك إذا كان أكو خلل بنوع المادة إذا كانت هي صالحة على استخدام البشري أو غير ذلك فالملف هذا يعود على وزارة الصحة في محافظة الإقليم لكون هي المعنية بفحص المواد مختبريا ووزارة الهجرة تأخذ هذا الفحص وتعطيه إلى الحسابات الموجودة في بغداد ما أخفيك ملف الهجرة ملف النزوح ملف كبير ملف يعني موسهل طيعته وموسهل أنه من الممكن أن تدير حكومة في ظل نزوح ثلاثة ملايين نازح في وقت واحد ووقت معين واتسكينهم وعمل مخيمات يعني اليوم أنا وحضرتك حتشين قبل الانتقابات وبعد ندى نحتي وإن شاء الله ما نقطع هذا الحتش لأنني نريد الناس تستفيد سؤالي اليوم أكو برلمان جديد هسه صالح غير صالح الناس تريد ترجع لبيوتها الملف هذا شقد به أكو لعب سياسة وشقد به الناس تشتغل جد يعني يعني مثل ما قلقى بالقليل أنه جزء من ملف النزوح الموجود للآن يعني القديم تقريبا نحن غلقنا أغلب المخيمات النزوح جزء مننا ملف سياسي أخي العزيز جزء مننا ملف عشائري جزء مننا ملف أنه بعض النازحين لا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم باعتبار هذه المناطق بدأوا يتأقلمون بها يعني للعلم والاطلاع جزء مننا بعض الأمور التي يمكن يبقون ملف النزوح حتى يستفيدون منه من خلال المنظمات الدولية للعلم والاطلاع يعني أنا مسؤول ملف هجرة وكان عندي علم بكل ما يدار في كل المخيمات ملف انتخابات جزء مننا يستخدم لا كل نحط على ملف نزوح ونحط المشكلة بقضية تقسير حكومة وين رأس الخربان اسألني أي مكان حتى أجاوبك بالجاوب الذي تجنابك تريده زين خليني أسمع أيضا سيد علي سيد علي سيد علي أريد أسأل أيضا عن المعوقات التي تحول دون إغلاق هذه المخيمات مثل ما انغلقت المخيمات الباقية التي تفضل بها السيد الناب نعم الحقيقة يعني السيد الناب أستاذ حسين يعني دائما أجوبته يعني تغطي كثير من القوائل التي يعني يفترض توضح للمشاهد والجناب لأنه قريب على هذا الملف الحقيقة التحديات هي تحديات ثبتت من خلال استبيان تبنتها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون ووزارة التخطيط وأفرزت التحليلات بأن هناك تحديات تخص أولا وجود عدم وجود خدمات في مناطق العودة وهذا في شنجار لا يختلف اثنان على ذلك والسبب ليش هذا السبب لأنه لحد الآن قيمقام للسنجار لم يحدد لحد هذه اللحظة هناك عدم تفاهم بين حكومة الإقليم والمركز والورقة تتحدث عن يعني تحديد قيمقام وتعيين قيمقام ليدير هذا الملف باعتبار كثير من قضايا الإعمار تحتاج إلى مصادقة القيمقام والوحدة الإدارية يجب أن تكون تتواجد داخل القضاء هاي واحد اثنيا مسألة الإعمار للقرى للقرى لأن أكثر القرى هي غير يعني مثبتة رسميا هي قرى تابعة أراضيها يعني للزراعة أو للمالية فقانون التعويضات لا يشمل باعتبار ليس لديهم سند قانوني لذلك نحن بحثنا مع الهيبتايد واليونسيار بأن ضروري بناء مستوطنات بشرية أو واطئة الكلفة للقرى التي تم هدمها بسبب داعش كذلك العشائرية التي تحدث بي أستاذ حسين فعلا موجود لأنه الأخوة الأجزيدين الذين عادوا إلى سنجار استغلوا بيوت المسلمين أو العرب الموجودين داخل قصبة السنجار والذين بقوا في مخيمات أربيل في خازر وحسن شام أغلبهم أو في منطقة سنوني أغلبهم مناطقهم أو بيوتهم داخل مديد السنجار لأن قصبة السنجار كمدينة هي الأغلبية المسلمة وليس الآن بالعكس الأغلبية اليزيدية يعني صار نسوح مركب داخل السنجار لذلك هذه الأمور هي القدل ضلالة على موضوع عدم عودة سيد فراس هل أكو ناس تتوطنوهم في بلد ثالث من اللاجئين الموجودين بالعراق وهل أكو سجلتم عودة والأرقام طبعا هناك دائما عودة وهناك يعني نحن في بداية الأمر دائما العودة يجب أن تكون طوعية سواء داخل البلد أو لاجئ يرجع إلى بلده الأم يجب أن تكون العودة طوعية وبشكل يحفظ الكرامة الإنسانية بالنسبة للاجئ الذي طلب اللجوء في دولة أخرى لا يحق له طلب الاستيطان ولكن المفوضية ترشح اسمه أو اسم العائلات الأكثر تأثرا بالأزمة أو الذين يواجهون أخطارا أو مشاكل في حمايتهم سواء حمايتهم الأمنية أو غير ذلك فهذه الأشخاص يحق المفوضية تقوم بترشيح اسمائهم لدول التي تستقطب اللاجئين وهي بالمناسبة دول محدودة لا تزيد عن 15 دولة في العالم التي تأخذ اللاجئين ولديهم كوتا ويأخذون أعداد محددة كل سنة فحل الاستيطاء الإعادة التوطين هو فقط لواحد في المائة من مجموع 45 مليون لاجئ حول العالم وهذا تحكي حضرتك في العراق ما يشمل طبعا النازحين يشمل الجنسيات الأخرى وهنا السوريين اللي هم موجودين في داخل العراق السوريون وباقي الجنسيات الأخرى من اللاجئين الذين سكنوا أو يسكنون في العراق وفي إقليم كردستان النازح لا يستطيع أن يطلب الذهاب إلى بلد آخر لكن اللاجئ ترك بلده من نزاع المسلح فتستطيع المنظمة أن تطلب له اللجوء إذا كان يستحق حسب معايير الصارمة لدول التي تقبل اللاجئين طيب يعني ما تبقى عندنا وقت كثير نقدر يمكن نسأل بأسئلة أكثر لكن أريد أشكر ضيوفي الكرام من بغداد السيد علي عباس المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين من أربيل السيد فراس الخطيب المتحدث الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق وأشكر أيضا عضو مجلس النواب العراقي المستقل السيد حسين عرب يعني أشكركم أيضا سادتي المشاهدين على طيب المتابعة نهاية حلقة اليوم من برنامجكم بالعراقي إن شاء الله شوفكم باتشر وحلقة جديدة لا تنسون خليكم ويانا تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله المترجم للقناة